هذا هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب التوحيد من صحيح البخاري حيات النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي فلما مات قلنا السلام على النبي فهذا من اجتهاده رضي الله عنه لكنه اجتهاد مجانب للصواب والصواب أن نقول ما أمرنا به الرسول قال قولوا السلام عليك أيها النبي ولم يقل إلا إذا مت لم يستثل ثم إنه قد روى الإمام مالك ثم وقع بسند صحيح أن أمير المؤمنين عمر بن خطاب خطب الناس يعلمهم التشهد فقال التحيات لله والصلوات للطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته خطب بذلك في خلافته بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر أعلم من ابن مسعود رضي الله عنه وقالهم بمحضن من الصحابة ولم ينكر عليه أحد وبهذا يكون قول عبد الله من مسعود كنا نقول من باب الاجتهاد الذي اجتهده رضي الله عنه ولكن من الصواب ما دل عليه الحديث وما تحدث به أمير مؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هنا أطلق النبي وأراد به النبي الرسول لأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول عرفتم من أين عرفنا أنه نبي رسول من أدلة أخرى واضحة أنه نبي وأنه رسول ولهذا نرى الله عز وجل يطلق في القرآن وسط النبي على من هو نبي رسول واذكر في الكتاب موسى إيش إنه كان مخلصا وكان رسول النبي واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي والأمثل الكثير فإن قال قائل ماذا تقولون في حديث البراء بن عازف رضي الله عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إذا آوى إلى فراشي إذا آوى إلى فراشي ومنه وبنبيك الذي أرسلت فقال البراء لما أعادها أعادها الرسول قال وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت فالجواب عن هذا من وجهي الوجه الأول أن دلالة الرسالة على النبوة دلالة التزام لأنه لا يمكن أن يكون رسولاً حتى يكون نبياً وجمع النبوة مع الرسالة دلالة مطابقة لأنه وصفه بالوصفين النبي وإيش الذي أرسلت وصفه بالنبوة والرسالة الوجه الثاني أنه إذا قال وبرسولك الذي أرسلت فإنه لا يخرج بذلك الرسول الملكي مثل جبريل فإن جبريل رسول أرسله الله لكن إذا قال بنبيك الذي أرسلت خرج الرسول الملكي وتعين أن يكون المراد بالرسول من البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثلاث هدايا للرسول صلى الله عليه وسلم وهي لنا هي لنا أولى للجميع دعونا له بالسلام وبالرحمة وبالبركة الرحمة ما يحصل بها المطلوب رحمة الله يحصل بها المطلوب البركة ينتشر بها المطلوب والخير تدعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالرحمة وبالبركة والبركة تشمل البركة عليه وعلى آثاره وسنة عليه الصلاة والسلام وهذا هو الواقع يعني قد أجاب الله الدعا ولكن ندعو بذلك تحقيقا للمستقبل فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أبرك الرسالات وأعمه وأشملها ملايين الملايين من البشر كلهم انتفعوا بها وبركاتها كثيرة معروفة لمن تتبع التاريخ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جاء حقنا نحن فحق الله مقدم على حقنا وحق الرسول مقدم على حقنا ثم حقنا بعد ذلك إذن فحق رسول الله علينا أعظم من حق أنفسنا علينا وحق الله فوق ذلك حق الله فوق ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وانظر حسن هذا التعليم لما جاء الدعاء العام غير الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ أمرنا أن نبدأ بأنفسنا علينا وعلى عباد الله الصالحين وهنا قال علينا بالجمع ومقام الدعاء ومقام الدعاء مقام ذل وخضوع وناء تدل عليه على التعظيم فكيف جاءت بصيرة التعظيم نقول جاءت بصيرة التعظيم لأن المراد بها علينا ما عشر أمة محمد في قرينة قوله السلام عليك أيها النبي وهو مرسل للأمة فيكون معنى السلام علينا ما عشر هذه الأمة المتبعة لمن للنبي صلى الله عليه وسلم فضمير الجمع هنا ليس للتعظيم ولكن مراد ولكنه يراد به حقيقة الجمع وقيل المراد السلام علينا ما عشر المصلين وهذا يصح إذا كنا في في جماعة لكن إذا لم نكن في جماعة لا يصح وعلى هذا فالمعنى الأول الصح وعلى عباد الله الصالحين عباد الله الصالحين المراد بالعباد هنا عبودية الذل والخضوع الشرع لأن عبودية الله لأن عبودية الله عز وجل قسم عبودية تتضمن الخضوع والذل والخضوع الكوني وهذه عامة للإنسان والحيوان وكل شيء حتى الكافر عبد لله إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبد وعبدية وعبدية ذل وخضوع شرعي وهذه خاصة بالمؤمنين ولهذا قُيِّلت بقوله وعلى عباد الله الصالحين والصالح هو والذي صلح أمره ولم يعتره فساد في أن كان عمله خالصا لله متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتضمن هذا أن يقوم هذا العبد بحق الله وحق عباده ولهذا فسر بعضهم الصالحين بأنهم الذين قاموا بحق الله وحق عباده ضيما هذا العباد الله الصالحين مفرد ولا جمع عباد الله جمع مضاف جمع مضاف يفيد إيش يفيد العموم والذي وضع لنا هذه القاعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وضع لنا أن الجمع المضاف للعموم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل لعبد صالح في السماء والأرض إذن فللعموم صيغة العموم له صيغة بل له صيغة لكن بعض الرسوليين قال لا صيغة للعموم وهذا غلط بل العموم له صيغة لا شك أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أشهد الشهادة تكون بالرؤية الحسية يعني بما يدرك بالحس تقول أشهد على فلان أنه قال كذا أنه فعل كذا وهنا المراد بالشهادة اليقين التام لكن لما كان يقينا تاما صارك أنه مشهودا أشهد أن لا إله إلا الله وقول أن لا إله إلا الله إله بمعنى معلوه أي لا معبود إلا الله أشهد أن لا معبود إلا الله ومعلوم أننا لو أخذنا بهذا الظاهر لأدى ذلك إلى الكفر لأدى ذلك إلى الكفر كيف لأن في أصنام تعبد وتسمى آله فإذا قلنا لا إله إلا الله صار كل ما يعبد فهو فهو الله كل ما يعبد فهو الله واضح هذا ولهذا يتعين أن نقول إن خبر لن نافية محذوف تقديره لا إله حق إلا الله يتعين هذا فإذا فإذا الخبر هكذا تقديره زال الإشكال لأن الآله التي تعبد من دون الله باطل ذلك بين الله والحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل طيب رأينا من قدرها من العلماء بقوله لا إله موجود إلا الله وهذا غلط هذا يرجع عليه الإشكال الذي سبق أليس كذلك ولهذا نقول هذا التقطير خطأ والصواب ما ذكرنا لا إله حق إلا الله فإذا قال قائل لماذا لم تجعل لفظ الجلال الله هو خبر لا لأن الأصل عدم التقليل قلنا هذا لا يصح لفظا ولا معنى تنفهمين الآن مفهوم يعني لو قال قائل لماذا لم تجعل الله نعم هو الخبر كما لو قلت لا قائمة إلا رجل مثلا قلنا هذا لا يصح لا لفظا ولا معنى أما كونه لا يصح لفظا فلأن لا نافية لا تعمل إلا في النكرات لا نافية لا تعمل إلا في النكرات قال ابن المالك عمل إن نجعل للا في نكرة عمل إن اجعل للا في نكرة ولو وقلنا إن لفظ الجلال الله هو الخبر لأعملناها في المعارف وهذا لا صحيح الوجه الثاني المعنوي أننا إذا قلنا لا إله إلا الله وارد علينا الإشكال الذي ذكرناه أولا وهو أن تكون الأصلام المعبودة والتي تريد عالها أن تكون إيش أن تكون هي الله وهذا لا أستقيم طيب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة محمدا هنا عالم على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشم عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله وهذه العبودية أخص العبوديات يعني عبودية شرعية خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر عبد الله لكن ليست عبودية أبو بكر كعبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم عبودية الأنبياء عبودية خاصة هي أخص العبوديات ورسوله رسول رب العالمين أي مرسله رسوله بمعنى مرسله إلى الثقلين الإنس والجن فإذا قال ما هو دليلك على ما شهدت به أنه لا إله إن الله وأن محمد رسول الله قلنا أما الأول فدليل على ذلك الفطرة والقرآن الفطرة والقرآن أما القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم أما الفطرة فالإنسان الذي لم يقيض له شيطان ولا بيئة فاسدة يشهد بفطرته أن لا إله إن الله لقول الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة ثالثا الحص والواقع ولهذا قال وأولي العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم فإن أولي العلم يعلمون بما يحسونه ويعقلونه أنه لا إله إلا الله طيب وما دليلك على أن محمد رسول الله كيف تشهد بما لا دليل فيه نقول فيه دليل نعم ما هو يا أيها النبي إن أرسلناك محمد رسول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأما كونه عبدا فقد قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا طيب إذن نحن نشهد هذه الشهادة أن لا إله إلا الله وأنه محمد عبده ورسوله بما دل عليه الكتاب والسنة وشهر من هذا الحديث قوله إن الله هو السلام فيكون مطابقا للآية الكريمة السلام المؤمن شيخ بعض الناس يقول تحيات اللهم صل على سيدنا هل ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم إنه قال سيدنا سيدنا محمد ما جاءت اللهم صل معنا لا يعني بل لائل أخرى يعني بل لأخرى لا بس الصلاة ما ذكرت هنا لكن لا مانا لا مانا أن نجيب وإن كان لا محل لهذا السؤال لأنه ما ذكر نقول إن قول القائل اللهم صل على سيدنا محمد لا يصح ولا يستقيم ولا ينبغي بل هو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة وهو استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة لما قالوا كيف نصلي عليك ماذا قال قال قولوا اللهم صل على محمد ولم نعلم أن أحد من الصحابة يقول اللهم صل على سيدنا محمد فلس لنا أن نزيد على ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيه الكفاية شكاكر جدا؟ اما هو صل قاعدة عامة عمو المعتزل أهلاه يثبتون أي صفة يقول أسماء الله مجرد عن الصفات السلام يقول هذا اسم جامد لا يدل على السلامة هذه قواعد عامة الأشاعره لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات فقط والمتزلة لا يثبتون أي صفة إلا ما لا ينفرج به العبد ولهذا يثبتون لله العلم ويثبتون له القدرة لأنه عندهم الجبر الجهمية قصدي الجهمية عندهم الجبر إن إنسان مجبر ما له قدرة ولهذا أثبت القدرة لله على كل حال القاعدة الآن المعتزلة لا يثبتون الصفات يثبتون الأشاعره يثبتون من الصفات سبعا فقط كل ما ترى مما ذكره البخاري يخالف أهل البداء سليم نعم كيف رب دالي هذا مدام الكتاب والسنة لأن عندنا دليل في الكتاب والسنة على اسم الله الذي هو السلام نعم أين في أي شيء منهم أخرجوا استدلوا واستوعبوا من الرهومية وخرجوا من الملء الظالم يعني آلاً حتى صنع الله فيه وما صنعه أقول سلت تكون هذه فطرع أما أن تكون فطرع أو أنها بقية رسالة لا لا رسالة لأنه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير نعم باب قول الله تعالى ملك الناس أنا عندي ملك عندي ملك شرح قال باب قول الله تعالى ملك الناس قال البيهقي الملك والمالك والخاص الملك ومعناهم في حق الله تعالى القادر على الإيجاد وهي صفد يستحقها لذاته وقال الراغب الملك المنتصب بالأمر والنهي وذلك يختص بالناطقين ولهذا قال ملك الناس ولم يقل ملك الأشياء قال وأما قوله ملك يوم الدين فتقديره الملك في يوم الدين لقوله لمن الملك اليوم انتهى ويحتمل أن يكون خص الناس بالذكر في قوله تعالى ملك الناس لأن المخلوقات جماد ونام والنام صامت وناطق والناطق متكلم وغير متكلم فأشرف الجميع المتكلم وهم ثلاثة الإنس والجن والملائكة وكل من عداهم جائز دخوله تحت قبضتهم وتصرفهم وإذا كان المراد بالناس في الآية المتكلمة فمن ملكوه فيه فمن ملكوه فيه لا تحصل تكون مهنة لكذا أو ما يكون لكذا لأن علم في قاس قل لا أعلم لا بأس وإذا قلت لا أعلم وتبين خلاف ما قلت صرت جاهلا بسيطا وإذا قلت لم يكن إلا كذا وتبين خلاف قرار لك صرت جاهلا مركب أين فيه من عمراء أقرأ كم الشيء؟ لا لا بس ماذا هنا عندي مالك نعم عندي كذلك قراءة لكن احسن الله إليكم مهم مالك في سورة الفاتحة في سورة الفاتحة قراءتان سبيتان مالك ومالك لكن هذه سورة الناس اللي عندي الآن مالك الناس فهل فيها قراءتان مالك الناس ومالك الناس او لا اراجع اراجع ان شاء نعم ها ايش ايش الفاتحة فاتحه نسخة ايش انت لان اعطنا فائدة لمشكلتنا انت اراجع لالقراءات ما عاجة القصطلاني تفسير او القراءات او القصطلاني وعندك القصطلاني نعم باب قول الله تعالى ملك الناس فيه ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم والأحسنكم معنا العين والقسطلان والفتح فتح بعيدكم نعم فيه ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيا عن الزهري عن أبي سلم في هذه الترجمة إثبات الملك اسما من أسماء الله وقد ورد على ثلاثة أوجه فيما أعلم مضافا إلى الناس مضافا إلى الدين مطلق فالمطلق قوله تعالى عن ملك القدوس والمضاف إلى يوم الدين ما ملك يوم الدين على احتض قراءتي والمضاف إلى الناس ملك الناس وبهذا نعرف أن الملكية المطلقة في الدنيا والآخرة لله عز وجل فملك الناس هو ملكهم في الدنيا والآخرة وملك يوم الدين هو الملك الذي تظهر ملكيته أو ملكوته في يوم الدين حين لا يوجد ملك في ذلك الوقت ولهذا يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم فيجيب نفسه لله الوحيد القاخر والملك والمالك إذا جمع بينهما فإنه يظهر منهما كمال باجتماعهما زائد على الكمال الذي يكون بانفرادهما لأن في قوله ملك تمام السلطة وفي قوله مالك تمام التصرف انتبهوا في ملك تمام السلطة والسلطان والسيطرة وفي مالك تمام التصرف والتدبيل والنظر لذلك مثلا في المخلوق يكون الإنسان مالكا ولا يكون ملكا أليس كذلك كلكم الآن مالكون كل واحد اكتابه معه ملكا له لكن ها أنتم ملوك نعم نعم ملوك على بيوتكم رعاة رعاة طيب ويكون الإنسان ملكا ولا يكون مالكا يعني بمعنى ملك لا سلطة له هذا موجود ولا غير موجود موجود ملك لا 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 سلطة له نعم كملكت بريطانيا أو غيرها ممن يكون ملكا صورة يوسب الملك ببرلمان وانتخابات وما أشبه ذلك ويروح يضيع فإذا اجتمع ملك ومالك صار بذلك التمام السلطة والسيطرة وتمام التصرف والتدبير ولهذا جاءت القراءتان تبين هذا المعنى ملك يوم الدين ومالك يوم الدين إذن الملك من له تمام السلطة والسيطرة والمالك من له تمام التصرف وتدبير وكل الوصفين من خصائص رب العالمين عز وجل وهو متصف بهما حقيقة فهو ملك وهو مالك لا أحد يتصرف في ملكه إلا بما شاء ولا أحد يشفى عنده إلا بإذن ملوك الدنيا مهما بلغوا من القوة والسيطرة يشفى عندهم بلا إذن أليس كذلك توافقون على هذا طيب إذن معناه يمكن كل واحد يدخل على الملك ويقول أشفى في فلان من فلان نعم ما كل أحد لكن فيه من يشفى بلا إذن بعض الناس يكون ملكا لكنه مملوك لزوجته مثلا قل للا يعني الزوجة تستطيع إنها تقول له يا فلان أشفع لفلان عندك بدون أن تستأذن منه بعض الناس يكون لوزيره أو صديقه قوة يستطيع أن يشفع بلا إذن لكن الرب عز وجل لقوة سلطانه لا يشفع أحد ولو كان أقرب الناس إليه عبادة وخضوع إلا بإذنه فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بإذن الله وهو أقرب الناس إلى الله وأتمهم عبودية ومع ذلك لا يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذن الله لماذا لكمال سلطانه عز وجل لكمال سلطانه إذن فهو ملك كامل السلطة لا أحد يشفع الشفاعة لفيها الخير إلا بعد إذن الله عز وجل هو أيضا مالك له تمام التصرف والتدبير إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا أحد يضاد الله في تدبيره أبدا حتى أكفر الكافرين لا يمكن أن يضاد الله عز وجل في التدبير فلولا فلولا إذا بلغت الحكوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينة ترجعونها تحدي إن كنتم صادقين هل يمكن لأكبر واحد سلطة في العالم أن يرجعها إذا بلغت الحكوم ويردها الأسفل ولا ما يمكن ما يمكن إذن تمام السلطة والتدبير لله رب العالمين عز وجل فهو إذن تام الملك وتام التدبير والتصرف طيب وهنا قال ملك الناس ولن يقل مالك مالك يوم الدين لأن لكل مقام مقال السورتان الفلق والناس نزلت لنشرة النبي صلى الله عليه وسلم من السحر ومن الذي سحره واحد من من الناس فكانت المناسبة أن يقال مالك الناس الذي بيده السلطة والسيطرة على الناس ومنهم الذين سحروا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كر مالك الناس إله الناس لهذا فهو الملك وهو الإله المألوه للناس سبحانه وتعالى فلكل مقام مقال وهذا من بلاغة القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام سحر ورق بهاتين سورتين وما تعود متعوذ بمثلهما ولا أحسن منهما لرفع السحر لكن بشرط أن يكون هناك صدق من قارئهما وقابلهما أي المقروع عليه فإن كانت القارئ شك أو المقروع عليه شك فإن ذلك لا ينفع لكن إذا كانت القوة ويقين فإنه بإذن الله ينفع ولا أنفع منهما وهذا شيء مجرب لمن وفق للإيمان واليقين وصار المحل قابلا وهو المقروع عليه أما إذا كان المحل غير القابل فلا ينفع ولهذا لو ضربت السيف لو جاء رجل الشجاع قوي ومعه سيف بتار نعم وأتى على حديد صلب تعرفون الصلب الذي لا ينثني ولا يلي نعم فتحمس عليه ونادى أنا أبو فلان أنا أبو فلان ثم قام وخبط السيف على هذا الحديد الصلب ينقطع ينقطع أو لا ينقطع ينقطع السيف لماذا لأن المحل غير قابل فلا يتأثر به مع أن الرجل الشجاع والسيف بتار نعم ولكن لا ينتفع لأن المحل غير قابل لكن لو جاء هذا الشجاع بسيف بتار على رقبة مجرم مستحق للقتل ثم ضربه بعد أن انفعل وستكون وستكون الضربة حينئذ قوية هل يتأثر وتنقطع رقبته أو لا نعم لا شك لماذا لأن المحل قابل ربما تقرأ على إنسان ويقول الله ما أتي عن هذا نطوع هذا ما أتي ينفع عنه ولا ما ينفع لكن إذا ذهبت لفلان وفلان من الكهنة انتفع هل تنفعه الرقية لا لا بد من أمرين القارئ والمقرو عليه طيب ثم قال أن إذن في هذه الآية اثباته الملك لله وأنه عام وسبق لنا أن ملك الله سبحانه وتعالى لا يشابهه ملك المخلوقين لأن ملك المخلوقين محدود ومقيد ثم ذكر حديث أبي هريرة قال يقبض الله الأرض يوم القيامة الأرض كلها يقبض الله يوم القيامة وشاهدوا هذا في القرآن والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه لقوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه وهذا الطي حقيقي ليس المراد قوة السيطرة على السماء أو قوة السيطرة على الأرض هو قبض حقيقي للأرض وطي حقيقي للسماء والسماء جعله له طيا لا قبضا لأن السماء أوسع من الأرض وأشد وأعظم وطيها وطيها أبلغ في القدرة يطويها وقد شبه الله هذا الطي بقوله كطي السجل للكتب لا إله إن الله هذه السماوات العظيمة يطويها بيمينه كطي السجل للكتب ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض الله أكبر أين ملوك الأرض هل أحد منهم يرفع الصبعه أبدا ما في ملك يوم القيامة ما في ملك الناس سواء أصغر الخدم وأقوى الملوك وأعز الملوك على حد سواء كلهم حفات كلهم عرات كلهم غر لأنه ما في ملك الملك لله عز وجل يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وقال شعيب والزبيد وابن سافر واسحاق من ناحية عن الزهري عن أبي سلمة والأول عن أبي شهاب عن سعيد عن أبي هريرة شفى السنة الأخيرة خالب وقال الشعيب يقول وصريع قلت وأخرجه ابن أبي حات من طريق الصدفي عن الزهري كذلك ونقل ابن حزيمة عن محمد بن يحيى بالذهلي أن الطريقين محفوظان انتهى وصنيع البخاري يقتضي ذلك وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيح روايتي وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيح روايتي شعيب لكثرة من تابعه لكن يونس كان من خواص الزهري الملازمين له قبل يقول فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في هذا الباب حديث ابن عمر ومراده حديثه الآتي بعد 12 بابا في ترجمة قوله تعالى لما خلقت بيدي وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى ثم ذكر حديث أبي هريرة يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه من رواية يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب بسنده ثم قال وقال شعيب وزبيدي وابن مسافر وإسحاق ابن يحيا عن الزهري وعن أبي سلمة عن عن عندي وعن عن 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 أبي سلمة مثله كذا وقع لأبي ذرب وسقط لغيره لفظ مثله وليس المراد أن أبا سلمة أرسله بل مراده أنه اختلف على ابن شهاب وهو الزهري في شيخه فقال يونس هو سعيد بن المسيب وقال الباقون أبو سلمة وكل منهما يرويه عن أبي هريرة فأما رواية شعيب وهو ابن أبي حمزة الحمصي فستأتي في الباب المشاري إليه في الحديث المعلق آنفا فإنه قال هناك وقال أبو اليمان أنا شعيب أو أنباء أنا شعيب نعم فذكر طرفا من المتن وقد وصله الدارمي قال حدثنا الحكم ابن نافا وهو أبو اليمان فذكرهم وفيه سمعت أبا سلمة يقول قال أبو هريرة وكذا أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من صحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي عن أبي اليمان وأما رواية الزبيدي بضم الزاء بعدها موحدة وهو محمد بن الوليد الحمصي فوصلها ابن خزيمة أيضا من طريق عبد الله بن سالم عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأن أبي هريرة وأما طريق ابن مسافر وهو عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر الفهمي أمير مصر نسب لجده فتقدمت موصولة في تفسير سورة الزمر من طريق الليث ابن سعد عنه كذلك وأما رواية إسحاق ابن يحيى وهو الكلبي فوصلها الزهري في الزهريات قال الإسماعيلي وافق الجماعة عبيد الله بن زياد الرصافي في أبي سلمة قلت وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الصدفي عن الزهري كذلك ونقل ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهري أن الطريقين محفوظان انتهى وصنيع البخاري يقتضي ذلك وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب لكثرة من تابعه لكن يونس كان من خواص الزهري المنازمين له البخاري رحمة الله كما قال سنون عبدالفظ أن الطريقين صحيحان وهذا من فقه البخاري لأن الطريق الأول طريق يونس يترجح بملازمته لابن شهاب ومعلوم أن الملازم أعلم من غير الملازم يعني من صاحبك ليس يماثله من لقاك مرة من المرات لكن الطريق الأخرى عن نبي سلم عن نبي هريرة بدل سعيد بن مسيب رواها أربعة شعيب زبيدي بمسافر إسحاق فترجحت بهذه الكثرة والمتابعات وذيك ترجحت بماذا بكثرة الملازمة وعلى هذا فنقول الطريقان صحيحة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله والصفاته وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك وعزتك وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا للجنة فيقول رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله وقال أيوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم ذكر في هذه ترجمة اسمين من أسماء الله نعم يقبض الله يقبض ثم يقول أنا الملك أين ملوك العرض نعم لم نتكلم عليها لأن الترجمة إنما هي في ذكت الملك فقط فهي قول الله تعالى ملك الناس ولكن ما أدي أن الخارد رجع القراءة لا ما رجعت نسيت نعم أنت رجعت ها صح الغنيمان الغنيمان شعر حال الكثير صحيح نعم وقال روحة الإمام محمد يساعد صحيح أليس الله أليس لكن هل من السبعيات لا ليس من السبعيات طي ولهذا لم نتكلم عن مسألة اليد والظاهر أن المؤلث سوف يأتي بها لكن إذا تحبوا أن نتكلم عليها ما في معنى يقبض يقبض الله العرض يوم القيامة وهذا القبض قبض حقيقي قبض حقيقي يقبضها عز وجل بيده ويطوى السماء بيمينه أي بيده اللمنة وهذا يشير إلى أن الله سبحانه تعالى يدي إذنتين وقد دل على ثبوت اليدين لله عز وجل الكتاب والسنة وإجماع والسلف ففي كتاب الله عز وجل قال الله تعالى لإبليس ما منعك أن تستد لما خلقت بيدي لما خلقت بيدي فأضاف الخلق إليه وجعله باليد وهذا يدل على أنه ليس المراد باليد الذات إنما المراد بها اليد الحقيقية وليست الذات وقال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وقال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وقال تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهذه آيات كلها تدل على ثبوت اليد لله عز وجل ولكنها يد لا تماثلها أيدي المخلوقين لأنها يد عظيمة كما جاء في هذا الحديث أن الله يقبض بها الأرض ويطوي بها السماء وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الله إلا كخردلة في تحديث